أعلن الجيش اللبناني أن عصابة سرقة السورية خطفت وقتلت المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في لبنان ونقلت جثته إلى سوريا مشيرا إلى أنه ينسق مع دمشق لتسليم الجثة وقطع مناصر حزب القوات الذي اعتبر مقتل سليمان اقتعلا سياسيا حتى يثبت عكس ذلك قطع الطرقات في مدينة جبيل اللبنانية وسط حالة من الغطب بينما دعا رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار وراء الشائعات والانفعالات وتزامن ذلك مع انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض لاجئين سوريين في لبنان إلى حملات اعتداء وضرب من قبل مواطنين غاضبين على خلفية مقتل باسكال سليمان أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن زيارة وزير الخارجي الإيراني إلى دمشق يوم الأمس تأتي في ظل فتور بالعلاقة بين طهران ودمشق بعد سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية وسط شكوك بخلوقات أمنية وتقصير من الجانب السوري ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة في دمشق أنباء حول فتح إيران تحقيقاً بالسداف القنصرية ببعث العن دمشق حيث لم تعد سوريا مكاناً آمنة لإيرانيين بعد أكثر من 13 عاماً من الهيمنة الإيرانية عليها مشيرة لجولة الوزير الإيراني الأقليمية التي تهدف لحشد القوى التابعة لها في سوريا لتوجيه رسالة لإسرائيل باحتمال استخدام إيران أذرعها المسلحة وفي السياق التقى وزير الخارجية الإيرانية مع الرئيس بشار الأسد وبحث الوطع في غزة وسبول دعم الشعب الفلسطيني دولياً إضافة إلى العلاقات الثنائية بين دمشق وتهران في حين لم يتطرق البيان إلى القصف الإسرائيلي لقنصرية إيران في دمشق الذي هو محور زيارة عبداللهيان إلى سوريا وافتتح وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته دمشق يوم أمس المقر الجديد للقنصرية الإيرانية في سوريا بعد مرور أيام على قصف إسرائيل القنصرية القديمة اعتبرت صحيفة تليغراف البريطانية أن ضربة قنصرية تهران في دمشق التي وجهتها إسرائيل إلى الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في سوريا كشفت عن ضعف قادة تهران المخادعين وقال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية في الصحيفة كونغوغلين إن أحد الحسابات الرئيسية لإسرائيل في استعدادها لمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا هو قناعتها بأن تهران ليست لديها رغبة كبيرة في مواجهة مباشرة مع تل أبيب وتفضل استخدام وكلائها للقيام بذلك وأشار إلى أن إيران ستكون حذرة من التورط في مواجهة عسكرية مباشرة بينما تحذر إسرائيل من أن وقوع هجوما إيراني سيعقبه تدمير إسرائيل البنية التحتية لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان وسوريا مذكرا بعدم الرد الإيراني على مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني في 2020 أفادت مصادر أعلامية محلية بأن إسرائيل استهدفت بقصف مدفعية الألجابية والجموع غربي مدينة نواب الريف الشمالي من درعة عقب إطلاق صاروخ من نوع كاتيوشا من كتائب عسكرية في الريف الغربي بدرعة وأعلن الناطق العسكري الإسرائيلي أنهم قصفوا الليلة الماضية بنية تحتية لقوات النظام في منطقة محجب درعة وسهدفين بالقصف المدفعي نقطة مراقبة للنظام جنوب سوريا قالت مصادر أعلامية محلية أن السلطات الأمنية في دمشق منعت الزيارات إلى مخيم يرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق وحياء الحجر الأسود والتضامن المجاورين دون الحزول على موافقة أمنية وبينت المصادر أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري نفذت جولات تفتيش على المنازل في المخيم والحيين لمعرفة الأشخاص الذين دخلوا لهذه المناطق دون موافقة أمنية وذلك عقب فعالية يوم القدس وصل سعر غرام الذهب ارتفاعه في السوق المحلية ليسجل أرقام قياسية في تاريخ البلاد وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21.916 ألف ليرة سوريا بينما وصل سعر الأونس إلى 33 مليون ليرة سوريا